السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الشباب اليوم سنشرح كيفية حجز موعد في المرور عن طريق أبشر فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تدخلون على أي متصفة عندكم تكتبون في البحث أبشر تدخلون على موقع أبشر بعد كذا من هنا تروحون على أبشر أفراد وتسجلون هنا دخول على حسابكم وتسجلون نسم المستخدم أو الهوية وكلمة المرور فهنا يا شباب يظهر معكم شكل مباشر خيار المواعيد تضغطون عليه وتروحون على خيار المرور بعدين هنا تضغطون على خيار الانتقال لخدمة المواعيد تضغطون على حجز موعد جديد من هذه الواجهة تحددون سبب الحجز فرا اختار مثلا تجديد رخصة السير بعد كذا تنزلون تحت تختارون من هنا المنطقة اللي انتوا فيها بعدين هنا يا شباب تضغطون التالي بعدين يا شباب هنا تختارون فرع المرور اللي حابين تروحون له فرا اختار مثلا هذا الفرع نضغط عليه بعدين نضغط على خيار اختيار الآن هنا يشباب تختارون الموعد أي يوم بالضبط فعندنا هنا الوثمانية صباحا يوم الخميس رأختار مثلا هذا الموعد نضغط عليه هنا الأشياء المطلوب إحضارها بعدين تنزلون آخر شي تحت هنا عندكم موقع المرور بعد ما تخلصون تضغطون التأكيد على بيانات الموعد راح يتم الحجز بشكل مباشر فهذه كانت شباب الطريقة بكل اختصال لا تنسون دعمنا بالله وكل اشتراك نشوفكم على خير مع السلامة